صابونة الغار وكيس الحمام الشريك جمعوا كل الأعداد الحلوة ببلادنا ما في قاعدة حلوة بيعدوا فيها الشباب بحمام السوق أو بتلبيسة أو شيء إلا بيجيبوا سيرة صابونة الغار وكيس الحمام آدم آغا من سوريا من دمشق جيت على بريطانيا في 2013 أسست لعلامة تجارية اسمها صنعة في سوريا العلامة تجارية هي مهتمة بإنه تبيع شرقيات من خلال منصة الإيبي ببريطانيا خلال زياراتي كثير للجالية السورية ببريطانيا عرفت إنه الناس اللي برات لندن كتير عم تعاني من إنه المنتجات السورية والمنتجات اللي نحن محتاجين بمطبخنا بحياتنا بتقوسنا الدينية توصلهم إجت الفكرة أني بلش أعرض هاي المنتجات للناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الإيبي كما نصر في عقدة دايما عند أصحاب الأعمال بأنه دائما بده يظل مخبي على السر تبعه هذا السر مصلحتي هذا السر مصلحتي بورته لأولادي هاي العقدة يمكن تكون موجودة عند الحرافيين لما بنوصل لعند تجارة الإلكترونية بطل فيه سر سرك مصدر بضاعتك أو سرك كيف عم تجيب بضاعتك بس أما كيف تبيع على الإيبي ومين عم تبيع هاي المنتجات هذا مصر جبت أعواد لمصنع أعواد سوري مشهور اسم إبراهيم سكر عرضت على الإيبي ليوم من الأيام إجا شخص من اسمه مبين أنه مو عربي اشترى من عندي هذا العود بعد ما بعدت له يا بيومين لقيه بعت لي رسالة ليشرح لي فيها أنه كان ما بيعرف يعزف على العود بس اشترى للعود ليعلقوا عنده بالبيت لا يربط ذاكرته باليوم اللي زار فيها الحفلة الموسيقية بحلب أنا فخور كتير بأي شيء قدمته من خلال هاي المنصة الشغل بالنسبة لي مو مصاري الشغل اللي توصيل حضارة وثقافة لناس ما كانت بتعرف عن حضارتنا وثقافتنا أي شيء موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى